بغض النظر عن السفر بالتعامل مع من هم يعني أقل منك درجة اجتماعية سواء من أخواننا اللي في الشارع اللي ينظفوا الشوارع مثلا أو أخواننا العمال في المحلات أو في الورش أو في أي مكان أحيانا سبحان الله العظيم التعامل يعني يكون درجات لما أنت تتعامل مع هؤلاء ربما تشعر بنفسك فيها فوقية نوعا ما لما يأتي واحد مثلا كشخة وعنده سيارة معينة تحس أنك تنزل أحيانا تحس أنه أعلى منك مستوى تحس أنك تقازمت لا أنت لو أنت معتز بنفسك وإخلاقك كانت إخلاقك تستوي مع كل أحد سواء هذا العامل كل كسران المشت والله صحيح وحسب امرئين من الشر أن يحقر آخاه شيخ محمد مختار الشنقيطي له وقفه مع هذا الحديث يقول أنظر إلى كل مسلم تقابله كأنه هو الأفضل منه كأنه هو الملياردير كأنه هو الأحسن هو الأجمل عامله لإنسان يعني عامل هذا المسلم لشخصه يعني لا تنظر واحد الذي كان يقول الوالد قاله يعزكم الله هذا عامل الزبالة لا قاله هذا كعامل نظافة الزبالة نحن اللي جلسين نرمي يعني أقصد القيم الإنسان يسمو بها ولا جد طب في نوعية من الناس ممكن أنا يعني يعني أنزل معهم دون المستوى المطلوب يعني في نوعية من الناس صح الأصل الأصل اللي أقول بس حديث عائشة المرفوع أنزلوا الناس منازلهم في كل كل واحد أو كل فئة من الناس لهم منزلوا معهم يعني مثلا العلماء العلماء لا يستوي أن أقول أنت مع العالم كأي أحد ما غيره لا أتأدب معه بأداب النبي صلى الله عليه وسلم تزيد يا أيها الذين آمل لا ترفعوا صوتكم فوق صوتهم إلى آخر طيب الأم والأب وخفض لهما جناح الدل من الرحمة يعني فيه فئات من الناس لا وارد من الشرع بالعكس لأن التعامل إما أن يصل بك إلى العجب والكبر والغرور وإما أن يصل بك الحال إلى الاحتقار إلى الاحتقار والتسفيه كل الدرجتين هذه كلها من الدرجات هذا مصيبة إذا كنت جالس في مجلس ودخل عليك أحد مصيبة أنه سار غني ولا ثري وارتفع صوتك أكثر من من اللي رحبت بقبله يعني جاء واحد عادي بتفضل الله يحييك ثم جاء هذا يا هلا وسهلا يا مرح هذه ترى مصيبة عادي شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة ترجمة نانسي قنقر